هو كل ما يتعلق بالتكوين أو الإصلاح الأول وهو تأقلم مع التكوين أي تكوين كان فيه إصلاح في التكوين نعرف أنه من 2008 كان فيه فراغ فراغ فيما يخص فراغ قانوني فيما يخص التكوين في مؤسسات التعليم العالي ولهذا الآن احنا قدمنا الإصلاح الأول اللي قدمناه للحكومة وهو إصلاح في التكوين أي يخذينا بيع الاحتبار كل التكوينات الآن المطلوبة كان تكوينتها نظام ألمدي كان اجتحدات مهندس اللي كان فيه مطلوب من مخدر في المؤسسات الاقتصادية وهذا كذلك يكون جسر بيننا وبين المؤسسات الاقتصادية كان فيه العلوم الطبية اللي كانت خارج القانون ما يخص القوانين اللي معمول بها وكانت خارجها دخلناها في القانون العام اللي يسير التكوينات كذلك العلوم البيطارية كذلك المهندس المعماري كل هذا دخلناه في إصلاح يضبط بعض الاعتبار يأخذ بعض الاعتبار كل النقائس والاختلالات اللي ظهرت في التقييم لمنظومة التعليم الآلي ولهذا أعطينا أهمية وفي هذا الإصلاح اللي قمنا به باش نشوفوا العلاقة مع الموحد حتى درنا أنماط للتكوين أي كنا قبل نفكروا في التكوين الحضوري الآن في أنماط أخرى للتكوين التكوين عن بعد حددناه وجسدناه في القانون الجديد تكلمنا كذلك عن التكوين التنوبي اللي هذا يسمح للطالب باش يقوم بالنظري في المؤسسة الجمعية والتتبيقي في المؤسسة الاقتصادية وهذا كذلك يكون يحدد العلاقة بين الاثنين التكوين عن تنوبي التكوين الحركي كل هذا الأنماط التكوين حددنا أنماط جديدة للتكوين اللي تجي تعطيه تسهيلات تعطيه تسهيلات في التكوين وهذا يساهم كثير المؤسسات الاقتصادية وهذا كلهم بغي يدخلوا في الرؤية الجديدة اللي بينحدها للعلاقة بالمؤسسة الجمعية والمؤسسة الاقتصادية